صباح الخير مشاهدي انتي ان مشاهدي نايل لايف حلقة جديدة من نهارك سعيد النهاردة 11 يناير 2012 وكان نفسي كده يبقى عندنا فيديوهات لكل حلقات نهارك سعيد يناير اللي فات ونعمل بفور اند افتر اه اه اتحكى جدا يعني هكون معكم انا وشريب ودينا صباح الفل صباح الفل صباح الفل انا فاكر وليوم 25 وعشرين انت كنت على الهواء الصباح لأ كنت على الهواء اه ايوة وكان بقى كان يعني من اوحش ايام في حياتي ليه بقى لان طبعا يعني احنا كان عندنا ايه مانيش حطرة اقولها احنا خطر الخير ويالله عفو الله عم سلف بس يعني اه بس يعني كانت الدنيا ولع ولع في التحرير ولع يعني انا يعني انا بيت في الزمالك فانا سامع من الزمالك ومش عارف انزل عشان عنيه تصوير الصبح فضاميري بقى محتم على ان انا منزلش الصبح اروح يعني منزلش بالليل عشان لو اتحباسنا ولا ضربنا ولا كده مش عارف اجي الهواء مهم الدنيا ولعا ولعا في التحرير واحنا بقى بنصح الصبح هنا في احنا بنتكلم على ايه فكرة مصرحية ومش عارف حصل ايه بس ده مش مش خمسة وعشرين خمسة وعشرين الصبح كنتش دون يوعد ده موكي ببقى ستة وعشرين احنا كنا التلات احنا كنا الاربع الصبح على الهواء وطبعا وشي ده عبارة عن فرد مفروض مفيش اي حاجة خالص احنا نعمل لك انت الواحدك بفور اند افترا اه اه بجد مش هزار فيعني ال واحد برضو بيحس ان الحمد لله فرقت الدنيا شوية الحمد لله يوم الجمعة بقى يعني دانيا مازل بقى خالصة بس اللي انا بقول ده شعر يا دين امت الكلمة عشان مش هزين يجي نقول ان بعد خمسة وعشرين اللي جاي يبقى برضو عندنا بفور اند افتر بس بالمشاء اللي يعني بالمشاء اللي بتاني ربنا اوسط صباح الخير صباح الخير لأصي بحاول وعيدة بتقول بفور اند افتر بحاول فعلا افتكت الايام بدات خمسة وعشرين يناير في الاول خلص وبتمنى ان شاء الله الايام اللي جاية تكون احسن وبنتمنى ان كل المطالة تتحقق لانها مطالة بسيطة جدا بس هكلم اكتر من كده خلينا نقول لفكرات اللي معنا النهاردة معنا يمكن احنا النهاردة بنحيي بنحيي ذكرى كاتب كبير جدا جدا والكاتب الراحل احسان عبدالكتوس يمكن الشهر ده هو بنحتفل بالذكرى ما ماته والذكرى ميلاده كمان صح؟ صحيح في نفس الشهر فطبعا كاتب كبير جدا هنتعرف على اهم ملامح الكاتب احسان عبدالكتوس واهم كمان ملامحه في كتاباته احنا يمكن ما عصرناه اواخر احسان عبدالكتوس بس عشان نتعرف اكتر عنه لو كان موجود في ايام خمسة وعشرين ياليا ترى ايه اللي كان هيحصل هيكون معنا رواقي عاصر ايام الكاتب الراحل احسان عبدالكتوس وهو فؤاد انديل هيكون معانا في فقرة خاصة جدا عن ذكرى الراحل احسان عبدالكتوس كلام كتير جدا دلوقتي بيتكلم انا بس عايز اقول ان هو مش كاتب رومانسي بس وكمان كان كاتب سياسي طبعا يعني الاتنين مع بعض طبعا وكلام كتير جدا بما كانت كلمتي على السياسة فيه كلام كتير جدا على العلاقات الخارجية لمصر والاستراتيجية تحديدا وتحديدا كمان علاقات المصرية الامريكية هتكون ازاي في ظل هذه الظروف وتتحول ازاي وعشان كده النهاردة عندنا فقرة مهمة جدا في هذا الشأن حيكون معانا فيها دكتور رفعت السيد احمد وهو مدير مركز زيافة وباحث بالشؤون العربية الامريكية اه واختام اتفاضي لا بس انا كنت عايز اقول ان واحد سعيد ان هو منجي للصور امم يعني سعيد ان هو فيه حاجات عاصرها وحيحكيها وحيقولها وفيه ديوكيومنتيشن عليها او زي اه اه اولاد لحظات اتحطوا 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 عندك حواديد تقولها شافة كمان جملة عيشنا وشوفنا انا كنت بقول ايه جملة عيشنا وشوفنا واحد عايش وبيشوفش هولا شوفنا حاجات مختلفة يعني اخر اليوم هيكون عندنا فقرة حديث الاسبوع وما زلنا في النقاش دستور قبل الرئاسة طب الرئاسة الاول طب المجلس الشعبي يمسك السلطة علشان المجلس العالي قوات المسلحة يمشي تفاصيل كتيرة هنقشها في فقرة اخر الاسبوع هتبقى نهاردة مع دكتور سعيد نادا عضو لاجنة الشؤون السياسية بنقابة المحاميين واستاذ جميل عفيفي نائب رئيس تحرير جريدة الاهرام وده هتكون اخر فقرة معانا نهاردة في نهارك سعيد ولا الخناية اتحلت ولا لا الخناية اتحلت كلها بتتكلم من بارك غير الدستور والرئيس كمان خمسة وعشرين يا طرح هبقى عيد الثورة ولا عيد الشرطة ولا عيد الثورة ولا عيد الثورة يعني اعمل الثورة من قوله كده يعني في مسألة بالانجلس يقولك ايه نستنى ونشوف صحك فوزير فوزير بقنا يبقى بلاش اه قوي موضوع عيد الشرطة ده جمال عيد شرطة تيمة خلاص بعد الفاصل حيكون معانا احنا رويين ما نكملش الخمسة اشياء لا نكون هناك طلعنا يامني الفاصل اللي خليك طلعنا يامني الفاصل خمسة اشياء معانا بعد الفاصل حيكون معانا رساس الصحفة طلعت الهواري من المصر اليوم فتقريبا اخر فقرة الصحفة ان شاء الله احنا محمد مشلينا احنا محمد غالبا احنا محمد